بسم الابا الابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان و الى الابد امين المرة اللي فاتت نشكر الله كنا خلصنا القصة بتاعة اقامة ابنة ييروس وشفاء نزفة الدم وده كان الملف اللي احنا بعتناه على الجروب بتاع زهبي الفم ورقم سبعة وخمسين وشفنا المعجستين دول وقلنا عن ابنة ييروس العمل المحبة والفضل اللي ربنا بيقدمه لليهود وشفنا دخول المرأة نزفة الدم في الخط اشارة الى قبول الامم وربنا في الطريق الى اليهود لغاية لما في الاخر برضو ربنا هيقوم اليهود زي ما بعد ما شفى المرأة فبرضو اقام ابنة ييروس احنا فضلنا في الحلقة رقم اربعة اللي هي الورقة المتجمعة دي اللي عندكم بس ايها ادمت شوية بين ايديكم احنا فضلنا حاجات بسيطة ونخلص السنة التانية من خدمة ربنا يسوع المسيح احنا فضلنا ملف رقم تمانية وخمسين لغاية رقم اربعة وستين يعني الورقة دي فيها رقم اربعة وستين احنا في رقم تمانية وخمسين ربنا يسوع المسيح بيفتح اعين اعمييني ويشفي مجنونا في كفر نحوم والكلام ده كان فيه خريف سنة تمانية وعشرين ميلادي كان المرة اللي فاتت انا بحب دايما ان انزل لكم الملف القديم كان اقامة ابنة ياروس وشفاء نزفة الدم ليه بنقول هذا الكلام لان معلمنا متى بيقول فيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميان مجتاز من هناك تبعه اعميان ويعني هو بعد ما خلص ايه خد بالك هو كان في بيت لاوي في الوليمة اللي عملها له متى وبعد كده جي ياروس رئيس المجمع خده من بيت لاوي راح على بيت ياروس عشان يقوم بنته في النص شفى نزفة الدم وبعد كده راح اقوم ابنة ياروس خارج من بيت ياروس فيقول تبعه اعميان يصرخان يبقى فيما هو مجتاز من هناك هناك دي ايه من بيت ياروس بعد ما اقام ابنته من الموت فيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قال له نعم يا سيد حين اذن لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظره لا يعلم احد ولكنهما خرج واشاع في تلك الارض كلها وفيما هم خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجبت الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين قبل ما نخش في الكلام في المعجزة دي ناخد بالنا ان في معجزة عبارة عن نسخة من هذه المعجزة حدثت وحكى عنها معلمنا متة في الاصحاح العشرين يعني لو الاخت نفين تفتح لنا على القطمارس متة عشرين هنلاحظ الحكاية دي يعني في متة عشرين والعدد واحد وعشرين بيقول الكتاب ايه متة عشرين واحد وعشرين قاسف تسعة وعشرين تسعة وعشرين يقول وفيما هما خارجون من اريحة خد بالك من السياق عشان هنكتشف دلوقتي انها معجزة تانية بس نسخة منها بالضبط فيما هما خارجون من اريحة تبعاه جمع كثير واذا اعمياني جالساني على الطريق فلما سمع ان يسوع مكتاز سرخ قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود فانتهرهما الجمع ليسكت فكان يصرخاني اكثر قائليني ارحمنا يا سيد يا ابن داود فوقف يسوع وناداهما وقال ماذا تريدان ان افعل بكما قال له يا سيد ان تنفتح اعيننا فتحننا يسوع ولمس اعينهما فللوقت ابسر اعينهما فتابعاه طبعا تحس ان المعجزة ايه هي هي بس جواها فروق ناخد بالنا منها اول حاجة المعجزة بتاعة متة تسعة اللي بدراسة النهاردة كانت في كفر نحوم واخد من بالكم كانت في كفر نحوم ما كانتش في اريحة وفيه فرق كبير بين كفر نحوم وبين اريحة فديه في اريحة التانية دي في اريحة والتانية دية يعني كانت في وقت متقدم من حياة ربنا يسوع المسيح قرب دخوله قرشاليم الدخول الانتصاري وكده وبعدين المعجزة بتاعة متة تسعة بتقول ان هما فضلوا يصرخوا وراه لغاية لما دخل البيت ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان لكن في اريحة فضلوا يلحقوه في الطريق فوقف فوقف في الطريق ونادى هما وقال لهم انتو عايزين ايه يعني خد بالك ان في ايه في فروق في هذا في هذا وبندية وبندية يعني طب ايه ابونا يعني ما هي برضو ابونا منتقدة ان احنا نلاحظ يعني ان حاجات بتتكرر بالنص يعني مش ممكن يكونوا البشرين يعني عشان يكررها تاني غلط فكررها تاني فحب يغير الموضوع اقول لك لا القصة ما بتجيش كده خالص خصوصا اللي كررها مين متة اللي حكاها في تسعة مش معقولة يعني هدخيل عليه ويحكيها تاني في ايه في متة واحد وعشرين يبقى احنا اكيد قصاد معجزتين مش معجزة واحدة طب يبقون معجزتين ويكرروا بحزافرهم اعميين وصرخوا نفس الصراخ وكده اقول لك بص الناس الغلابة الناس الغلابة اللي عندهم احتياجات لما بيسمعوا انه في حد زيه عمل كده بيقول نفس اللي قاله لما بيسمعوا ان كان فيه اعميين صرخوا قالولوا ارحمنا يا ابن داود فأمها كمان بيعملوا ايه بيقولوا نفس الصرخة ونفس التدرع اللي بيصليه واحد وبيتدرع بيه واحد عشان يحنن قلب ربنا فده تلاقوه كده ايه يعني حصل ببساطة خالص يعني تقول لي طب يعني صدفة كمان يبقى اعميين اقول لك اه فيه تجمعات للغلابة بتبقى حصلة والغاية دلوقتي على فكرة فيه اماكن كده تلاقي الناس المتشردين قاعدين جنب بعض الشحتين قاعدين جنب بعض فيه مواسم معينة او مناطق معينة فهي القصة مفقاش ابدا اي يعني طعم في صحة اي وحدة فيهم يعني ليه لانه جوارد انه يحصل هذا الكلام عشان كده تلاحظوا مثلا انه اتكررت اتكررت معجزات على نفس الشاكلة زي مثلا اشباع الجموع اشباع الجموع فيه معجزتين واحيانا يقول لك ثلاث مش باع الجموع حصل في يحنة ستة وغيره من الاناجيل طب يعني نفس القصة ابونا الناس تمشي وراه والناس تجوع وبعدين معهم شي يأكلوا وبعدين يبارك في القليل شوية كده ابونا اقول لك لا هي برضو الحكاية كلها انه معجزات بتتكرر بس عشان احنا بنقراها كلها متلخصة تلات سنوات بنقراها في كتاب قد كده فاللي كتبها حط دي ورا دي ورا دي ورا دي او دي جنب دي جنب دي جنب دي فحسستك انه حد ايه قعد بيقل في كتاب بس وانه مش كده هو خاد العينات اللي تيدلل بيها على حقيقة معينة عايز يوصلها لنا وهي قدرة ربنا يسوع المسيح المعجزية تمام قدرته المعجزية للمعجزة بتاعتنا وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعاه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود اول مرة في الانجيل يعني ييجي اللقب ده يا ابن داود يعني عشان كده فرح دي ربنا يسوع المسيح وهو بيسألهم اتؤمناني اني اقدر ان افعل هذا قال له نعم يا سيد يعني هما كان عندهم خلفية دينية خلفية دينية كان عندهم معرفة بالنبوات ان ربنا قال لداود فعل ان انا اقيم من نسلك من يملك على بيت داود بيت يعقوب للابد فهما كانوا عارفين انه هيجي حد من نسل داود كانوا عارفين ان داود محطة في التدبير الالهي معروفة دي عند اليهود يعني التدبير مش كده يقولك من ادم الى نوح من نوح الى ابراهيم ومن ابراهيم الى موسى ومن موسى الى داود ومن داود الى سبي بابل ومن سبي بابل الى المسيح يعني التقسمة كده عنده شراح فكانت مفهومة ان داود دا محطة لان من نسلو هيجي هيجي المسيح واخد ام بالكم فهنا هذا الاعلان او هذه الصرخة بمنادات ابن داود فرحت ربنا سوع المسيح وخلته سألهم اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قال نعم يا سيد حين اذن لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما فانفتحت اعينهما عجيب اوي انه تبان اوي قوة المعجزة بكلمة ليكن ليكن دي كلمة لفتت نظري فاكرين ربنا لما خلق النور قال ايه ليكن نور فكان نور فهنا برضو بلهم ايه ليكن ليكن نور برضو يعني هما الاعمين دول عايشين في ظلمة يعني ربما تولدوا عميان ربما حصل مرض عندهم ولا حاجة اصب عينهما بالمرض بالعمى فهم خلاص اختبروا الظلمة فقالهم ليكن فليكن نور يعني يعني عندكم رؤية عندكم عندكم نظر يعني بشر لمس اعينهما وقال بحسب ايمانكما ليكن ايه ليكن ليكن لكما وكلمة لمس اعينهما بتفكرنا برضو بروح الله الذي كان يرف على وجه المياه كان فيه لمسة من الخالق برضو مع الكون فربنا لمس اعينهما وقال لهم ليكن ايه ليكن لكما ما تريدان فانفتحت ايه فانفتحت اعينهما ربنا قال لهم انتهرهما يسوع قائلا انظره لا يعلم احد ولكنهم خرجوا واشاعى في تلك الارض كلها بصراحة كانت صعبة يعني على اتنين ما بيشوفوش ربنا يفتح انهم ان هما يسكتوا اي حد تحصل مع الحكاة دي هيهلل يعني هيهلل وفي الوقت نفسه برضو عشان نفهم ليه ربنا قال لهم ما تتكلموش هو ما حدش هيقدر يداري ان حصلت معاه معجزة ليه الناس كانوا شايفينهم ما بيشوفوش وبعد جدا هيشوفوهم كانوا بيقصدوا حد يساعدهم في تعديد شارع ولا قضاء مصلحة ولا حاجة وسندني يا ابني ووصلني يا ابني بعد كده هيلاقوهم بيشوفوه فهيعرفوا هيعرفوا وحيسألوا مين اللي عمل معاك وكده وهيعرفوا ان المسيح هو الا عمل كده انما ربنا قصد ان هما نفسهم ما يخدوش موقف الاعلان والازاعة بنفسهم يعني الناس تعرف بطبيعة الحال وبالتعاملات دي حاجة وانك انت تقول وتخبر وتقعد تزيع ده موضوع ده موضوع تاني ربنا في اكتر من معجزة طلب هذا الكلام يعني لما جيه برضو لما خرج مرشتان قال انتهر هما لكن برضو انتهروا كان برضو حصل معاه المعجزة يروح ويقول يعني هو في الحقيقة في نقطتين يعني قدرنا نوصلهم في الموضوع ده النقطة الاولانية ان ربنا كان بيحاول بقدر الامكان تأجيل تأجيل ثورة مبغضيه عليه قبل ما يكمل تعليمه وتدريبه اه للتلاميذ وارسال التلاميذ وقبل ما يكون وضح كل اللي في ذهنه وفي تدبيره بالنسبة لليهود مش خوفا على نفسه لأ خوفا على نفسه دي لأ لسبب لانه قبل كده لما مسكوه وحبوا يرمو من فوق الجبل جاز في وسطهم ومضى فهو كان يقدر ينقذ نفسه يعني ولما سلم نفسه للموت في ليلة الامه قال لهم كل يوم كنت معكم في الهيكة الاعلم ولم تلقوا علي الايادي اما الان فهذه ساعتكم وسلطان الظلم خلاص السفر عجاب وانا محددها وقال بيلاطس في المحاكمة قال له لم يكن لك علي سلطان نلبت قال عن نفسه قال كده لي يا سلطان ان اضعها ولي يا سلطان ان اخذها ايضا فقصة ان خايف على نفسه دي مش حصلة لكن خايف على لما يقوم شغب وتقوم ثورة تابعي نفسهم يتشوشروا ويتعبوا وممكن اوي يعصاروا في الطريق وممكن اوي بسبب الخوف والجزع يرجعوا عن ان هو يعني يتبعوا يعني فكان بيحاول يخلي اللي يتحصل له معجزة وهو ما يتكلمش خلي الناس ايه تتكلم خصوصا انه ارسالية التلاميذ النهائية مكادش لسه جيت يعني ربنا تجول او طافة في الجليل تلت مراحل على تلت مراحل واخد من بالكم المحاول يقول لك تعال استحياء كده عمل بيختار تلاميذ المرحلة التانية لف بقى بيهم مرحلة التالتة بقى اللي هناخدها الملف اللي بعد كده اللي هو فيه بقى الارسالية اللي قال لهم فيها بقى لا تحملوا احزية ولا ثوب ولا عصى وروحوا واي مدينة دخلتموها كل مما يقدم لكم واي مدينة دخلتموها خروجوا خارج شوارعها وانفضوا الغبار وابتاء والمدينة اللي ما تسمعش منكم لها يعني سدو معمورة لها حل اكثر احتمالا فكان ربنا مستني لايه الخطوة الاخيرة دي اللي فيها هيكون كمل تعليمه كمل تدريبه فاطلق الايه اه الكرازة فهو كانش حابب انه يحصل شغب او ثورة من مبغضيه يعطلوا الناس عن الايمان او عن تبعيته وفيه سبب تاني انه ممكن اوي يكون فيه اهداف اهداف منحرفة اه يحصل فيها ان الانسان اللي حصلت معاه المعجزة يستثمر هذا الشفاء استثمارا سيئا يعني ايه استثمر استثمارا سيئا يعني بقى خلاص يبقى هو يعني ايه عايز يعمل فيها بقى يعني الراجل اللي حصلت لمعجزة فيتحول ايه لعيقب جاذب للناس مش المسيح الناس تروح تشوف اللي حصل معاه ايه اللي حصل معاه المعجزة ودي بيحصل فيها مشاكل كتير خالص احيانا يعني يعني ياما ناس حصلت معاه معجزات واستغلوها استغلال سيئ خالص خلت حتى البعض يدعي يدعي ادعاءا كذبا ان حصلت معاه معجزة هو ما حصلش معاه معجزة ليه ليه عملت كده لما لقى الناس حولت بيته الى مزار وحولته هو الى شخصية يعني يعني يتعظم لها فانا فيه منفعة بتيجي من وراء القصة دي هنعرف واحد مرة ادعاء كده وكان غفير في كان غفير في ارض بتدبني لسه يعني قاعد بيحص الاسمنت والحديد وبتاعه وبيبادف عشة كده يعني وبعد انفرخ الصبح عندي نتيجة بتنزل ذيت نتيجة معلقة بتنزل ذيت هو عارف ان الناس بتشد نتيجة بتنزل ذيت والناس رايحة جارية بقى نتيجة عملت نزل ذيت حاجة جريبة جوي يعني وايه راح عملها بقى ستارة وبتاعه بقت مزار يعني وقعدين في واحد شاقي كده لقيم وقف جنب الصورة بزعم انه بتصور جنبها وراح عمل الستارة كده لقى حطت ازازة زيت مقلوبة وخارمها وعملت نقطة زيت يعني فالمسيح خايف من استثمار دية والامر لا يخلق من الغرور ومن محاربة الزيت فمش عايز معجزة تبقى سبب في ان هذا الانسان يستثمرها استثمارا سيئا انا طبعا مش بجزن بحالة قلب هذا الانسان انما بقول ان ربنا ممكن ده يكون في باله على اساس يمنع عن الانسان فرصة انه هو يستغل حاجة يعني مش مزبوطة يعني استغلال سيئ يعني ويعمى ناس يقولك انا عابر وانا دخلت المسيحية ويستغلوا هذا الامر ياخدوا فلوس من الناس وحاجة كتيرة مش عايز ادخل فيها فقصة مش لذيذة يعني ربنا قال لهم ما تتكلموش ما تتكلموش وسامح للبعض انه يروح يقول واخد مبالكم يعني الاعميان يعني الاتنين بتعقورة الجدريين لما بواحد بيقوله اتبعك قال له روح بشر روح قول للبلد اللي انت فيه فرح يتكلم في البلد قال له روح قول وابرس يشفيه المسيح قال له روح قول للكاهن يعني المسيح له رؤية ايه لقلوب الناس فبيقول له كل واحد التدبير اللي ينفعه يعني انظره لا يعلم احد لا يعلم احد ولكنهما خرجا واشاعة في تلك الارض كلها طبعا هنا كان ينبغي الطاعة يعني ما فيش حاجة يقولها المسيح وواحد يعمل حاجة تانية طب الغلط في ايه يا ابونا ما المعجزة مش هتدارة او لتلك في الاول فيه فرق بين انه الناس تعرف ان دول حصلت معاهم معجزة ولازم هيعرف وبين انهما يروحوا يقولوا ايه ده حصل معانا واحد اتنين تلاتة اربعة ما ينفعش هذا الكلام بلاش بلاش حكاوي وفيما هو خارجان يعني خلاص كل ده تم في البيت لمس اعينهما فانفتحت قال لهم ليكن لكما فانفتحت قال لهم ما تقولوش لحد فخرج خرجوا يقولوا وهم خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه اخرس ومجنون هما الناس شايفينه ايه اخرس ومجنون فميزوا اللي عنده بانه ده نتيجة انه هو يعني لسانه ممسوك فبيتعصب ها بيتعصب واي حد على فكرة اخرس تلقيه شوية عصب عصب انقدرش يعبر عن اللي يقولو بالكلام وبيحس ان الناس مش فهماه فده بيروح ايه يروح معصبه فالناس قالت ان ده عشان هو اخرس فتعصب لغاية ما بقى ايه مجنون شوف هنا فيه معجزة يقول الكتاب ايه لما اخرج الشيطان تكلم الاخرس هنا مش معجزة شفاء بس ده فيه هنا سلطان على الارواح الشريرة شوف ربنا اميز ان اللي عند الراجل ده مش مجرد اصابة عضوية لسانه لاي سبب اتمسك لا ده فيش طعم ده فيش طعم فربنا يسوع على طول يميز هذا الامر ويحل المشكلة من جدرها الشيطان اللي عليه هو اللي مخليه اخرس ومجنون فلما ربنا اخرج الشيطان تكلم الاخرس وتبصد لايه ايه تكلم الاخرس ما جابش سيرة الجنان ماخد نظلكم ما جابش سيرة الجنان لان هو في الحقيقة هو في الحقيقة الشيطان هو اللي كان عامل له المشكلة مشكلة في الفان ومشكلة في عقله فلما هنا خلق يخرج الشيطان ادرق اخلص يتكلم ويبقى طبيعي جدا كمان انه عقل وبقى كويس وتفهم مع الناس وخلصة الحكاية خالص لما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجبت الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل ما شفناش اللي بيحصل ده في اسرائيل ان حد يكون بينشي كده ومنين ما ينشي كده عمال يعمل معجزات يخرج شياطين يا استدعي قائد المئة يأومله غلامه عن بعد يا يرس يقول له تعالى معايا يروح معاه في الطريق كده تقابله واحدة نزيفة دم تلمسهد بطوبه تشفى من نزيفة دم ايه ده ايه الراجل ده احنا ما شفناش هذا ايه هذا ابدا في اسرائيل تعجبت الجموع تعجبت الجموع اما الفريزيون الفريق بقى الايه الفريق المناهد بقى للموضوع فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين نفس الكلام اللي تقال لو تفتكروا بردو قبل كده لما يعني بردو اخرج الشياطين قالوا ببعل زبول رئيس الشياطين والكتب يقولوا معه شيطان هم خلاص واخدين على ان هم ما تنفتحش بصائرهم او بصيرتهم على العنق الايماني فينتفعوا لا هم على طول حاكمين عليه انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فربما بسبب وجود الفرسيين ده اللي خلى ربنا يقول للاعميان ما تقولوش لحد لنه هم عاديين بصن له وبيرقبوه فمش عايز ربنا يهيج الدنيا عليه لكن هم برضو اثروا على ايه اثروا على موقفهم ده يعني جزئية اولى اللي درسناها النهاردة نختم ده باسم الاب والابن والروح والقدس